اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعليه الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بعد أن ذكرنا حجية كتاب الاحتجاج بالحجية المطلقة لا بد أن نقول بأن كل توثيق عام لا ينافي التضعيف الخاص أنه قد يكون شخص موفق بتوثيق عام بأن يكون مثلا من رواته كامل الزيارات ولكن هذا التوثيق العام لكتاب كامل الزيارات لا ينافي وجود تضعيف خاص لهذا الفرد بأن ضعفه مثلا الكشي أو النجاشي أو الشيخ رحمة الله عليهم جميعا فإن الملاك تقدم الخاص على العام أرضا لو قلنا بأن كتاب الكافي الشريف معتبر كل هذا الكتاب فإن وجدت فيه في هذا الكتاب رواية غير معتبرة إما لوجود شخص صرح بأنه ضعيف أو لوجود هذه الرواية لكونها مضمونا تخالفه العقائد الحقة فهذا التضعيف الخاص لهذه الرواية أو لهذا الراوي لا ينافي التوثيق العام لمطلق الكتاب وإنما التضعيف الخاص يقدم ففي هذا الكتاب الشريف كتاب الاحتجاج عموما قلنا بأن الكتاب لكونه يدل عليه القرائن تدل عليه القرائن المختلفة هذه القرائن المختلفة توجب الوساق الخبرية لروايات هذا الكتاب فإن كانت هناك رواية تخالفه أصلا من أصول العقائد تخالفه الدليل المتواتر عندنا فهذه الرواية لا نأخذها وضعف هذه الرواية لا تدل على ماذا؟ على ضعف الكتاب بأنه إذن لا وثاقة مطلقة هذا تتميم للأمر السابق الطبرسي رحمة الله عليه بعد أن ذكر بعض الآيات يتم بآيات أخرى وبعد ذلك يعرجه على فضيلة العلم وفضيلة العلماء نقرأ هذه الآيات المباركة وما ذكره في تعريف العلماء والعلماء وقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام لما احتج على عبدة الكوكب المعروف بالزهرة لأن النبي إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام في احتجاجه المعروف في رواية أذكر جزءا منها أن المأمون العباسي يسأل الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام أنه أليس الأنبياء معصومون قال الإمام بلى أنه معصوم قال فما قضية إبراهيم وأنه عبد الزهرة بعد ذلك انتقل إلى عبادة القمر ثم انتقل إلى عبادة الشمس فالإمام في رواية مفصلة مذكورة في تفسير البرهان راجعوا هذه الرواية يقول إنما كان هذه طريقته للإحتجاج عليهم في رواية أخرى أن هذا كان إنكار استفهام إنكاره قال هذا ربي يعني أهذا ربي وموجود في المعاني الاستفهام الإنكاري الذي يطلب به الإنكار وقد يراجعوا كتب النحو كتاب المغني مذكور بالتفسير فيقول لما احتج على عبادة الكوكب المعروف بالزهرة وعبادة الشمس والقمر جميعا بزوالها ما هو كان احتجاجه؟ بزوال الله الخالق يجب أن يكون قائما قيومة لا أن يأتي ويزول وانتقالها من حال إلى حال آخر الخالق يجب أن يكون قديما الحوادث لا تقترب من القديم لأنه عندما ينتقل من حال إلى حال ماذا يكون؟ يكون حادثا يكون محلا للحوادث ومحل الحوادث لا يكون قديما وطلوعها وأفولها وعلى حدوثها ينستدلى واحتج على حدوث هذا الشيء فإذن له محلث فلا يمكن أن يكون إلها يعبد من دون الله وإثبات محلث لها وفاطر إياها ماذا قال؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقنين نري إبراهيم أريناه ملكوت السماوات والأرض السيد الوالد رحمه الله في تقريب القرآن يقول هذا كلمة نوري الإراءة الفطرية ليس بالخصوص موجودة في النبي إبراهيم عليه السلام كل واحدا عندما يرجع إلى فطرته بعد أن ينظر السماوات والأرض والآيات الأنفسية الآيات الآفاقية عندما يرجع إلى هذا يرى بالوجدان وجود خالق قديم قادر بتلك الصفات الكمالية والجلالية فهذه إراءة فطرية كما أنها توفرت للنبي إبراهيم توفرت في بعض الروايات مذكورة لنبينا صلى الله عليه وآله وهي متوفرة بالفطرة لدى كل البشر إن عاد إلى فطرته البشر فالنوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الممكنين أن يصل إلى اليقين إلى قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه هذه الحجة الإلهية التي أعطيناها لإبراهيم وقبل هذه الآية لاحظوا فلما جن عليها الليل رأى كوكبا هذا الكوكب هو كما في الروايات كوكب الزهرة قال هذا ربي قال هذا ربي بالاستفهام الإنكاري أو بالاحتجاج يعني كأنما هناك نقطة قبول نقطة إجمال بيني وبينك أنا ما أريد أنفيك رأسا وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين يعني هكذا أظهر الرسول صلى الله عليه وآله أنه أهل إنصاف يريد أن يستمع إلى ماذا تقولون طبعا هنا بالدقة وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين لف نشر مرتب وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال الرسول صلى الله عليه وآله في هذه الآية يشير إلى أنه على هدى وأنهم على ضلال إلا أن النقطة ماذا؟ كأنما الخاص يرى أنني رجل منصف وفي مقام الاحتجاج التهجم المستقيم عليه هذا الميكون الجدال بالتي هي أحسن وإنما ينبغي أن يكون التواصل معه تواصل رجلان يريدان الوصول إلى الحق كما صنعه المرحوم شرف الدين في كتاب المراجعات هناك هذا الحق أنا أظهره لكم هذا هو الجدال بالتي هي أحسن في الرواية عن الإمام الرضا صلى الله عليه وإنما أراد إبراهيم عليه السلام بما قال أن يبين لهم بطلان دينهم بهذه الطريقة يعني يتصورون بأنه معهم في عبادة هذا الكوكب مع أنه لم يكن معهم حقيقة ويثبت لهم أن العبادة لا تحق لما كان بصفة الزهرة والقمر والشمس لما يكون بهذه الصفة أن يظهر يأفل ما يكون خادثا هذا ليس مستحقا للعبادة وأنها لا تحق العبادة إلا لخالق هذه الأمور وكان الإمام الرضا يقول سلام الله عليه وكان محتج به على قومه مما ألهمه الله عز وجل هذا كان الإلهام الإلهي طبعا في الروايات أيضا موجود لاحظوا كتب التفسير تفسير البرهان أنه إضافة إلى الإراءة الفطرية الموجودة في كل بشار أن إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام رأى أن الله عز وجل رفع عن عينه الغطاء ورأى السماوات السابعة كما أنه رأى الأرض السابعة وصل إلى الواقع الموجود كما في الروايات وهذا أيضا لا ينافي وجوده الرؤية الفطرية في الإنسان وفي كل شخص في الرواية نري بالعين كشط لإبراهيم السماوات السابعة حتى نظر إلى ما فوق العرش وكشط له الأرضون السابعة طبعا روايات متعددة موجودة أنه لهذه أيضا روايات لطيفة في ذيل هذه الآية أنه رأى زانيا فقتله فنهاه لم ينتهي قتله زانيا آخر أيضا نهاه لم ينتهي فقتله إلى ثلاثة الله عز وجل قتله يعني بالدعاء يعني طلب من الله عز وجل أن يميته هذا المفسد في الأرض الله عز وجل أماته ثلاث مرات يعني بدعاء أن ألقت يكون بدعاء إبراهيم عليه فالله بعد ذلك قال يا إبراهيم إن دعائك لا يرد أنت مضمون الاستجابة لا شك في ذلك ولكن أنا أعرف وأعلم بهم منك وخلقتهم والناس على أصناف ثلاثة إما أن يعبدني فهذا أثيبه وإما لا يعبدني ويخالفني فهذا أعذبه وإما لا يعبدني ويخالفني ولكن هناك في صلبه من يكون مؤمنا يعبدني فهذا أيضا يكون موجودا ليظهر ما في الأصلاق كما ذكرنا في قضية ابن الحجاج الموالي القدير الشعر الكبير إذن هذه أيضا قضية فإحتجاج إبراهيم على قومه بهذه الطريقة والآيات المباركة تدعو إلى الاحتجاج وفي نفس هذه الآيات وحاجه قومه يعني دخلوا معه في احتجاج دخلوا معه في الاحتجاج باب المفاعلة في آية أخرى يا نور وقد جادلتنا فأكثرت جدالنا طيب وغير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بالاحتجاج التأكيد على الاحتجاج وسيأتي ذكرها ذكر شرحها في مواضعها إن شاء الله تعالى وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال نحن المجادلون نحن المجادلون الجدال يكون مننا نحن المجادلون في دين الله على لسانه سبعين نبيا نحن المجادلون في دين الله يعني نحن ندافع عن دين الله بالجدل بالتي هي أحسن على لسان سبعين نبيا شنو المعنى على لسان سبعين نبيا هناك احتمالات نحن المجادلون على لسان سبعين نبيا بالاحتمال الأول يعني كأنما عندي قوة سبعين نبيا في الجدل أأتي وأجادلكم أو بطريقة سبعين نبي أجادلكم لأن كل نبي له ظروفه الزمانية والمكانية لأن الأنبياء كانوا يكلمون الناس على قدر عقولهم وكل نبي كان ينزل بلسان قومه والرسول صلى الله عليه وآله نزل بلسان قومه لذلك إذا شك أنه ما المقصود في كلمات النبي والأمه عليهم أفضل الصلاة والسلام نقول ما هو المتفاهم العرفي يعني هذه الرواية شنو المتفاهم العرفي منه لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كلم الناس باللغة العربية الدارجة التي كانوا يفهمونها والقرآن إنما نزل بهذه اللغة فإذا حصل هناك وهذه التفاتة لطيفة أنه إذا حصل هناك تعارض بين المعنى العرفي والمعنى الدب ما هو المقدم؟ المعنى العرفي مقدم لأن هذه الآيات المباركة وروايات المعصومين إنما صدرت إلى أهل اللغة العربية هؤلاء الذين يفهمون هذه الروايات وإذا حصل هناك التعارض بين المعنى اللغوي نشيء في المعنى اللغوي هكذا والمتفاهم العرفي أيضا المتفاهم العرفي هو المقدم إذا ما كان هناك تعارض وشككنا في كلمة ما المقصود بها فهنا ماذا نفعل؟ نذهب إلى اللغة وبإصالة عدم النسخ نقول بأنه نفس المعنى اللغوي لا زال جارياً وصابياً إذا ما نعرف المعنى اللغوي الآن نشوف المتفاهم من كلمة هذا المعنى بالاستصحاب وبإصالة عدم تغيير اللغة نقول إذن هذه الكلمة التي نفهم منها هذا المعنى الآن هذه الكلمة كانت بهذا المعنى في الزمن السابق أيضاً فعند النزول هذه الكلمة كانت بهذا المعنى هذا طيب أيضاً إلا أنه لو حصل هناك في اللغة أكو كلمة بمعنى والآن المتخاور العرفي المتفاهم العرفي معنى آخر وتعارض المعنى اللغوي والمعنى العرفي فالمقدم هو المعنى العرفي لأن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية ولكن بحسب المتفاهم العرفي على لصان السبعين النبي يعني لكل نبي في ظرفه الزماني والمكاني طريقة في المخاججة أنا أتمكن أن أحاجج أي شخص بما أراد هو ذاك لذلك المعصومون عليهما أفضل الله الصلاة والسلام كانوا يحاججون النصارى بالإنجيل واليهود بالتوراة وأصحابه كل مذهب أو دين بما عندهم من الدين أنا أصحاب الرسالات السماوية بما عندهم من الكتب هذه الطريقة على لسان سبعين نبيا وأما الأخبار في فضل العلماء فهي أكثر من أن تعد وتحصى أخبار كثيرة لكننا نذكر طرفا منها فمن ذلك ما حدثني به السيد العالم العابد أبو جعفر مهدي بن أبي حرب الحسين المرعشي الطبرسي رضوان الله عليه كما ذكرنا في البحث الأول أو الثاني أنه له سند متصل إلى كتاب تفسير الإمام فيذكر هذا السند يقول باقي الروايات هي من حيث الانتشار لا تحتاج إلى ذكر السند أو موافقتها للإجماع أما رواياتي عن تفسير الإمام لأنها ليست بتلك الانتشار فأذكر السند فهذا السند هو معتبر ليس بمعتبر ذكرنا البحث السابق وعدم الاقتصار على الاعتبار المخبري السندي قال حدثني الشيخ الصدوق أبو عبد الله جعفر ابن محمد ابن أحمد الدوريستي أيضا مذكور بس في التعليقات لو تلاحظون الاعتبار لهؤلاء أنه كانوا من كبار علماء الإمامية كانوا ممن مدحوا بالفضل والعظم لدى الشيعة اللي هذا يدل على اعتبارهم يكفي قال حدثني أبي محمد ابن أحمد والدة يحدثه قال حدثني الشيخ السعيد أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موويه القمي الشيخ الصدوق رضوان الله عليه قال حدثني أبو الحسن محمد بن القاسم المفسر المفسر الاسترابادي هذا المفسر الاسترابادي الذي قلنا بأنه ابن الغضائر شكك فيه وفي اعتباره ولكن هناك أدلة متعددة والعلام المجلسي يقول يكفي بأن الصدوق يعتمد على هذا الشيخ في اعتباره هذا الشيخ هو قراءة أخرى ذكرناها أيضا قال حدثني أبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وأبو الحسن علي بن محمد بن سيار هذانهما الراويان لكتاب تفسير الإمام يعني راوية عن الإمام هما وفي بعض الأقوال أبويهما هما الناقلان لهذا الكتاب فالبعض يشككون في الجهالة إلا أن الأصح عدم الجهالة وقد ولده وقد ولده بدعاء الإمام العسكري كما في بعض الروايات وكان من الشيعة الإمامية قال حدثنا أبو محمد بن أبو محمد الحسن بن علي العسكري عليهما أفضل الصلاة والسلام قال حدثني أبي عن آبائه عليهما السلام عن رسول الله رواية متصلة من الإمام العسكري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أشد من يتم اليتيم اليتيم هو المنقطع عن أبيه في يتيم الإنسان وفي يتيم الحيوان هو المنقطع عن أمه كما في كتب اللغة فإذا واحد فقد أبويه فهذا يتيم انقطع عن أبويه معا فجدا القضية صعبة عليه هو منقطع ولكن هناك الأشد يتمن من هذا اليتيم يعني أشد انقطاعا أشد انفصالا عن الواقع الذي يعيش فيه اليتيم لما يفقد والده لما يفقد والدته بعد الآخرين شنون يرعوه مو مثل حنان الأب وحنان الأم طبعا فاللي ينقطع عن إمامه عن إمام زمانه هذا أشد يتمن من اليتيم أشد انقطاعا من اليتيم حقيقة واحد عندما يكون بجوار الإمام الحي الحاضر الذي يراه ويتزود من نمير علمه هذا كأنه هو في الجنة كل شيء باله أما هذا ابتعد عن الإمام ونحن في فترة الغيبة لا نصل إلى الإمام لا نتزود من الإمام هذا شنون يعني ضعف وحنون بعد عن المعان الواقعي هذا هو المنقطع فهنا نحن الآن في فترة الغيبة وهناك أيتامه آل محمد عليهم أفضل الصلاة وأسكى السلام فإذا عالم يأتي ويأخذ بأيدي هؤلاء الأيتام ماذا يكون له من الأجر والثباب وهذه الرواية مما تحرضنا تشوقنا نحو طلب العلم وأن نصل إلى أعالي الدرجات حتى نتمكن من أن ننقذه شعة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام لاحظوا أشد من يتم اليتيم الذي انقطع عن أمه وأبيه مصر ثم انفقده أباه وإنما انقطع عنهما يتم يتيم من انقطع عن إمامه لأن اليتيم المنقطع عن أبيه لا يخاف على دينه هناك قد يرعاه يعني يعيش في صعوبة دنيوية أما المنقطع من إمامه المنقطع من هذا البحر الزخار في الروايات المعتبرة اللي أخذ رواية في الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام من هو الإمام الأخو الشقيق الوالد الرفيق الأم البره بالولد الصغير هذا وضع الإمام مثل أخوك الشقيق مثل الأم البره بالإنسان هكذا الإمام يرعى الإنسان فإذا انقطعنا عن الإمام عن الإمام إنه واحد يخسر يخسر كل شيء إلا أن يتمسك بذيل عناياتهم وبفضلهم أشده من نعام ولا يقدر على الوصول إليه الإمام موجود بس إحنا غير الموفقين من الوصول إلى الإمام لذنوبنا لمعاصينا ولا يرضى بالله ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه محتار نحن نعمل بالظواهر حسب الوظيفة العملية نعمل حسب الوظيفة التي قرروها لهم ولكن هل هذا هو الواقع الأمر عند الله نعم نكون معذورين تنجيز وإعذار ليس أكثر من ذلك نحن أين نحن من الواقع ألا فمن كان من شيعتنا عالماً بعلومنا ووصل إلى مرحلة عالية من الفاهم في الروايات في الفيقة وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره الحجر يعني في منطقة يسيطر عليه قطعة الأرض فيسمان بالحجر حجر يعني بأنه كأنما هو يرعاه كأنما جلس في حضنه ألاف من هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى يكون معنا مع النبيين في الرفيق الأعلى العالم يمكن أن يصل إلى تلك الدرجة درجة الرفيق الأعلى مع النبيين والشهداء والصديقين فمن المهم على طلبة العلوم الدينية أن يسعود جاد دين لا يصرف حتى خمس دقائق من وقتها عطلا وباطلا أما في المطالعة وإما في الإرشاد وإما في التأليف وإما في تحضير الدرس أو تحضير المنبأ وإما في هداية الآخرين أو يفكر دائما في المسائل الشرعية يفكر في المسائل العقائدية أن لا يتلف ثواني عمره من الذي يشعر بأهمية الثواني كل ثانية ثانية لها أهمية المتسابقان اللي أحدهم يخسر ثانية فيصبح الثاني في المسابقة مصابقة العدو مثلا شخصان بسه في مصابقة عالمية فأحدهم يصل دقيقة الثاني يصل دقيقة وثانية هذا يحس بأهمية الثانية أنه لثانية واحدة خسر كأس الذهب مثلا خسر هذا الاعتبار العالمي له شنو الاعتبار العالمي بالنسبة للآخر أنفاس عمرك أثمان الجنان فلا تشري بها حطبا الحشر يشتعل والعياذ بالله لذلك واحد لازم يستغفر الله كما في بعض الروايات من الثواني التي أتلفها مو في معصية الله ولكن أتلفها انتهت لسه تارة واحد يحتاج إلى استراحة يحتاج إلى ترفيه النفسي إلى سفر هذا لا بعث به خصوصا إذا نوى القربة فكل هذه تكون مما يتقرب بها إلى الله ولكن والعياذ بالله إذا فعل المعاصي حتى لو ترك وإنما هذه الثواني ذهبت باطلة هذه كلها تحتاج إلى أن يفكر الإنسان في الاستفادة لذلك في الروايات ليس مننا من لم يحاسب نفسه كل يوم أو كل ليلة أن يحاسب الإنسان نفسه الواجبات التي صدر فعلها يشكر الله ويطلب من الله المزيد المحرمات والعياذ بالله التي صدرت عن يستغفر الله ويطلب من الله العصمة ويقرر أن لا يعود إليها حتى ما ذهب من وقته عطلا وباطلا يطلب من الله عز وجل أن يوفقه للاستفادة من الواعيات أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير والرضا وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين